انا كنت بقولك انه الفكرة احنا هولندا بشكل عام اعلى دولة في العالم بتاخد ضرائب فليك كاتيجوريس كده من الضرائب شريحة لا بتوصل او من شريحة من الضرائب بتوصلها حتى 49% زاد انت بتضيف عليهم 3% ضرائب مية وغاز وكهرباء زاد بعد ما حصلت طبعا هولندا بتاخد 80% من الغاز او كانت بتاخد 80% من الغاز بتاعها من روسيا فالغاز هو اللي بيحرك كل العربيات فبالتالي كل السلعة بتتنقل بالغاز والدفات في البيت كلها طبعا بالغاز الى اخره درجة الحارة طبعا هناك سلب 15 فالناس لا تستطيع اصدفات مزبوط فالشاهد ان انا كنت بدفع 52 يورو ايجار في الشهر ايسف ايجار الغاز فقط يعني او تكلفة الغاز الايجار ده مبلغ وقدر يعني رب انا عافينا عفو عن والله فعلا فانا كنت بفع 52 يورو غاز بعد الحرب على طول بيدفع 440 يورو فقط غاز يعني اه الغاز فقط يعني عرقام خزعبلية ده غير طبعا فلوس الاجارات يعني هولندا بشكل عام برضو كذلك عندهم مشكلة جبيلة في فكرة السكن